اه تمام طيب هنبدأ نشوف مع بعض بعض الامثلة كده البسيطة ان نتعرف منها على فكرة البرمجة وهناخد برضو حاجات خاصة بان انا لو ديته صورة يتعرف على كل حاجة في الصورة لو انا ديته مسلا يتعرف انا فرحون او حزين او كذا الحاجات دي مهمة جدا لان هو لما يعرف مسلا ان انا حزين ممكن يبدأ يجيب لي اخبار مفرحة وهكذا في يبدأ ان هو يساعدني في الخروج من الزعب طيب احنا اول حاجة نعملها ان احنا هنروح للإفنت ده ممكن يكون ان هو ده الزرار معين او ده العلامة اللي هي ايه جو ديت انا عايز النهاردة ايه اخليه يجمع رقمين بس رقمين دول بشانا اللي هدوم له اول ما يشتغل هيسأل لي ايه هو رقم الاولاني وبعد كده يسألني ايه هو رقم التاني وبعد كده يجمعهم ويجيب لي رسالة كده ان واحد زي واحد بيساوي اثنين فاول حاجة نعملها ان انا هبدأ ان انا اسأل المستخدم الرقم الاولين كامي اهو what's your number ماشي طيب ممكن نكتبها ما هو بالعربي خالص ما هو ما هو الرقم الاول طيب الرقم الاولاني دوت هيبدأ ان هو يحطه في الانصر دوت طيب بعد كده انا عايز ابدأ استخدمه فاعمل حاجة اسمها متغير متغير يعني مكان فاضي في الزاكرة اقدر احط فيه اي رقم نعيزه يعني ممكن اقول له ايه المتغير ده اسم اليوزر احمد محمد لوجي وهكذا فاجأ هنا اقول له variable وقول له اعمل لي متغير وانسميه number one وخليه number يعني هو لقيمة number لقيمة string string يعني ايه كتابة اسم الشخص فاقول له اوكي وقول له خلي المتغير ده بتساوي الانصر يبقى لو انا قلت له رقم واحد هيبدأ يجيب لي رقم واحد هنا طيب هقول له اعمل لي بقى ايه ask مرة تانية بقى ask ما هو الرقم التاني ويجمع لي الرقمين مع بعض ماشي طيب وده هيبقى ليه الانصر بتاعته هي واقول له اجمع لي الرقمين مع بعض اللي هو number one و number two number يبقى انا كده هطلب من المستخدم اول ما اشتغل الرقمين الرقم الاول والرقم التاني set number one بتساوي الانصر set number two بتساوي الانصر كده جاب له number one وجاب لي number two الاتنين موجودين هنا فوقهم لو انا شغلت سيسألني ايه هو رقم الاولاني مثلا ثلاثة الرقم التاني خمسة بس انا ما قلت لهش حاجة ما قلت لهش اجمع فهو اخذ الارقم دي ومعملش بهم حاجة خالصة فلازم اقول له ايه اجمع لي الارقم ديت set فهعمل متغير اسمه ايه result result على النتيجة او ممكن اكتبه في العربي result النتيجة result اه عايز بقى اقول له ان result ده بتساوي result ده بتساوي number one زياد number two فعايز اقول له ايه بقى set اهو result ده هتساوي عايزين نقول له نجمع الاتنين مع بعض نروح نجيبها منين من في كل كان نشتغل scratch قبل كده عايز اقول له اجمع لي رقم واحد ورقم اثنين هالسmonth هاكتبو الديت ه continua ورقم بتساوي تبقي Jegoo ايوه صح كده كده بقى انا عايز اقول له ايه؟ هطلت number 1 و number 2 فالvariable هقول له number 1 و number 2 number 1 و number 2 كده انا بقى عندي المتغير ده اسمه result ده في contain فاقول له اكتب لي كده say الريزولت تعال نجرب كده بيقول لي الرقم الاولاني الرقم الاولاني مثلا ثلاثة والرقم التاني خمسة فجمع لي وقال لي ان هو رقم كام ثمانية بس انا عايز اجيبها لي بشكل احسن عايزوا يقول لي ايه ان الرقم الاولاني زائد الرقم التاني بيساوي كذا فاعمل حاجة اسمها ايه؟ join join دي على الساس انه يكتب لي الجمل كلها مع بعض اهو join احط هنا مثلا number 1 وبعد كده اقول له join تاني عشان احط ايه؟ الرقم التاني اهو خلينا نحطه join 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 اربع مرات ونكتبهم بقى بالترتيب مع بعض ماشي اهو طيب هقول له هنا مثلا هنا حط لي ال variable اللي اسمه number 1 احنا كده هنبدأ نجمع مع بعض هقول له ال variable number 1 تمام واكتب له هنا ايه؟ علامة الزائد وبعد كده number 2 تمام وبعد كده هقول له بتساوي وبعد كده هقول له ايه؟ الرزولت بتاعتي وحطهم هنا ايه؟ بالشكل دوي طيب خلينا نجرب نقول له شغل فهو بيسألني بقى اول ما شغل بيقول لي اول رقم كام؟ هقول له ثلاثة وتاني رقم اثنين فيقول لي ثلاثة زائد اثنين بتساوي خمسة كده احنا عملنا برنامج صغير يقدر يجمع ممكن بقى نبدل علامة الزائد ديت بقى ايه حاجة من علامة الضرب، علامة الاسمة، علامة يساوي فهنا عملنا البرنامج ده اول برنامج معنا او برنامج صغير خالص مجرد ان هو ايه؟ بيجمع لي الرقمين مع بعض بشكل جميل وبيديني الناتج بتاعه بشكل حيلي فعايزينكم تبقى تجربوه وتبعتوه على الجروب واتورهو لنا عشان ايه لو في اي مشاكل ما عرفتوش تعملوه نبدأ نفكر فيها مع بعض ماشي؟ موسيقى